اشتركوا في القناة عند من عند ابي هريرة يقول فبدت احرص المال طعام طعام زكاة الفطر يحبسه حتى يوزع على الفقراء يقول وفي الليل دخل رجل دخل رجل يسرق يسرق من اي شيء من المال يقول فاذا برجل يسرق فقام اليه ابو هريرة فمسكه مسك الرجل قال والله لا ارسلنك الى رسول الله ما رهدك انت سارك تسرق من وين بعد من الزكاة فنظر الرجل وبكى قال اني رجل كبير ومحتاج ولي عيال ولي حاجة شديدة فاطلقني ارحمك الله فرأث لحاله ابو هريرة فاطلقه سامح سامح لان ما تمت السرقة سامح ابو هريرة مشى في الصباح جاء ابو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام ما قال شيء فلما نظر النبي اليه قال يا ابا هريرة قال نعم يا رسول الله قال ما فعل اسيرك البارحة انهو الا وحي يوحى الله يخبره اذا ما اخبر ابو هريرة الله يخبره فقال يا رسول الله جاء يسرق فمسكته فقال اني رجل كبير ومحتاج وعندي عيال ولحاجة فتركته فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا ابا هريرة اما انه كذبك سيعود شوف الليلة رح يرجع فترصد له ابو هريرة شافح فجاء السارق مرة ثانية فمسكه قال اني رجل كبير وعندي عيال وعندي حاجة فتركني فتركه يوم الثاني جاء عند النبسة سلم قال ما فعل اسيرك البارحة قال جاء كما قلت يا رسول الله قال ماذا قال قال كذا قال كذبك سيعود رح يرجع الليلة الثالثة مسكه ابو هريرة الليلة الثالثة قال والله لن ادعك الان الحين غير هذه ثالث مرة والثالثة تامة الان اذهب بك الى رسول الله قال سوف اخبرك شيئا فتركني اعطيك شيء بدل انك توصلني الى رسول الله قال ما هو قال اذا اويت الى فراشك فقرأ اية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم اقرأها فانه لا يزال عليك من الله حافظ وليقربك شيطان حتى تصبح تعجبوا يا ربا كلام كبير هذا راحق الرسول صبح قال يا رسول الله جاءني فقال لي كذا وكذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك يعني اية الكرسي اذا قلتها لا يقربك شيء حتى الصباح صدقك وهو كذوب ترجم الى فرح ايه اشتركوا في القناة